السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وبنات النهاردة هنشتغل مع بعض قفية بغرزة جديدة غرزة سهلة جدا وبسيطة عبارة عن سطر واحد وبينكرره وبالتالي هي مناسبة جدا للمبتلئات لان ما فيهاش اي صعوبة ايات الغرزة زه ما احنا شايفين ممكن متبقاش واضحة قوي في اللون الكحلي بس هنشوفها مع بعض الغرزة اسمها تري برونش ستيتش او غرزة فرع الشجرة للترجمة بتاعتها هنا دي عبارة عن كفية رجالية انا عملتها عرضها تمنتاشر سنتي وطولها مترين وعشرة سنتي غير الشرشيب انا حابة ان انا اعملها طويلة شوية وعريض وعريضها نوعا ما اه بالنسبة للمقاسات للكفيات الكبار بتكون عرض تمنتاشر لعشرين سنتي حسب ما احنا بنحب والطول من مئة وتمانين للمترين وعشرة لمترين واكتر من كده براحتك بس هي ان تبدأ من متر وتمانين بالنسبة لي الشباب في حدود خمستاشر سنتاشر سنة في المرحلة العمرية ديت العرض بتاعها بيكون خمستاشر وطولها برضو بيكون متر وستين متر غير متر وتمانين بالنسبة للاطفال عرضها بيكون من عشرة لاتناشر سنتي وطولها بيكون حوالي متر ونص بالكتير طيب الكفية دي انا استخدمت فيها خيط هيملايا افري دي سوبر لوكس الغرزة ديت عبها الوحيد انها بتسحب خيط شوية فناخد بالنا من النقطة ديت وخصوصا ان انا استخدمت ابرة صغيرة عن المقاس المطلوب علشان حابة انها تكون تقيلة شوية لانها فاخدت معي اربع بقرات الا الشوية اللي احنا شايفين هم دولت حابة صويرين جدا اللي اتبقوا اقل من ربع الشلة طيب نبدأ مع بعض الغرزة ازاي نشتغل في نقطة مهمة جدا قبل ما نبدأ الشغل وهي آآ لما بنبدأ الشغل بيكون سلاسل البداية مشدودة شوية لاز كتير عندها المشكلة ديت وحلها بيكون في تلات نقطة اول حاجة ان انا لما ابدأ ما ابدأش بسلاسل ابدأ بغرزة الفاونديشن وغرزة الفاونديشن ليها فيديوهات كديرة منتشرة على اليوتيوب او حل من الحلول التانية بس هنا للأسف في الغرزة دي مش هينفع معها نحنا نبدأ بغرزة الفاونديشن الحل التاني ان انت تريح ايدك قوي وانت في سلاسل البداية بس مش كل الناس بتعرف تعملها حل التالت وهو انك تستخدمي ابرة في عمل سلاسل اكبر من الابرة اللي انت هتشتغل بيها هنا مسلا دي ابرة اربعة هشتغل بيها السلاسل البداية لكن كل الكفية هشتغلها بابرة ثلاثة اونس نيجي نشوف مع بعض نقول بسم الله ده الخيط بتاعي هيمالايا افريتي سوبر لوكس هشتغل السلاسل البداية بابرة اربعة الغرزة دي من مضاعفات العدد اربعة يعني لازم عدد السلاسل اللي هعملها تكون تقبل القسمة على اربعة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ادي اشتغل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعة عشر خمس ستاشر عملت السلاسل البداية دي عاملها ازاي عينة معاكم المفروض تعملي سلاسل البداية وتجيب المزورة بتاعتك وتقيسي بها لغاية المقاس اللي انت عايزين هنعمل دي كعينة عملت خلاص سلاسل البداية بابرة اربعة اشيلها واستخدم ابرة تلاتة ونص اهيت بتكون واضحة هنبدأ شغل نقول هنسيب واحد اتنين تلاتة وفي الغرز وسلسلة رقم اربعة هبدأ اشتغل فيها هنا هوت واراعي ان انا اكون وغدا لفتين على او حلقتين من حلقات السلسلة على الابرة اعمل عمود في نفس السلسلة اتنين وادي التالتة تلاتة عمود بلفة في نفس السلسلة واسيب واحد اتنين تلاتة هو في الرابعة ادخل هوت واعمل برضو تلاتة عمود بلفة نروعي ان احنا قدنا تكون مريحة في الشغل في الغرز ديت لانها غرزة تقيلة جدا اكتب واحد اتنين تلاتة والربع هعمل فيها تلاتة عمود بلفة اهود وافضل اكرر دوت لغاية ان ما وصل لاخر هرزة اللي واحد اتنين تلاتة ودي الرابعة اخر واحدة بعمل فيها تنين عمود بلفة مش تلاتة واحد اتنين كده وكأننا بنشتغل غرزة الجراني العادية خلص اهيت هرتفع تلاتة سلسلة هادي بشغل التاعي وابدأ الغرزة باجي في الفراغ ما بين الغرز هنا كده الفراغ ده وهاشتغل تلاتة عمود بلفة ولكن بطريقة مختلفة شوية اول عمود هاشتغل العمود عادي عمود بلفة عادي خلص اهود التاني لما اجي هاشتغل مش هدخل في الفراغ هنا هدخل هنا انا سايبها تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة هاجي في السلسلة اللي في النص وادخل فيها نهايت وعمل العمود اهم حاجة ان انا اشد الغرزة التحتي معي كده وتعشان خاطر تاخد ارتفاع السطرين من السطر واحد اهود اتنين التالت هاعمله في الفراغ اللي ما بينهم هنا عادي اهود 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 قررها تاني في الفراغ هنا اخش اعمل اول عمود عادي جدا تاني عمود هيكون في السلسلة التانية من الثلاث فلاسل اللي احنا سبناهم هيت واسحب الخيط اخليها مرتاحة كده واقدر ارتفاع السطرين اتنين والتالت برضو في الفراغ اهود هنا كده هتأكد ان هو في الفراغ هنا برضو اهود اخر دوت بعمل اول عمود التاني السلسلة من تحت تاني سلسلة واشدها كويس واعمل التالتة برضو في الفراغ اهيت ايه دي اهي اجي هنا بقى في الاخر تلت سلاسل اللي هم احنا كنا سبناهم في الاول اهي هنا كده هدخل اعمل اتنين عمود واحد اتنين ارتفع تلاتة سلسلة واشتغل السطر اللي انا هكرره طول الكفية بتحتي هو هو نفس الطريقة هيقود هنا ادخل هنا في الارتفاع اعمل اول عمود تاني عمود هاجي تلات غرز العمود بلاف اللي انا عملتهم في السطر اللي تحت هدخل في العمود اللي في النصد هنا اهود واعمل العمود اهو اخليه مرتفع اهود والتالت هنا في الفراغ اهود نيجي في الفراغ اللي بعديه هنا اعمل اول عمود التاني هشتغل فوق العمود اللي في النصد هدخل فيه واعمل العمود التاني العمود التالت برضو في الفراغ هنا اهود وهكذا اكمل اهدي هنا اول عمود اهدي هنا اول عمود التاني في الفراغ هاجي فوق العمود التاني من تحت السطر اللي تحتي واشد العمود معايا بيكون طول السطرين وادي التالت في الفراغ واجه هنا هوت انهي السطر دايما باتنين حمود الجزئية ديت اهي عند سلاسل ارتفاع وارتفع تلت سلاسل واقرر نفس الغرزة بتحتي تاني هفضل ارتفع بيها هلاقي نفسي وصلت للشكل ده اهو كل ما تكبر معنا كل ما هتظهر اكتر في نقطة حبة وضحها الابر دي الابر دي حلوة جدا انا بحب اشتغل بيها لكن ملاحوظة مهمة جدا يا بنات ان مقاساتها المكتوبة عليها اصغر من المقاسات دي بكتير يعني مثلا المفروض ان دي ابرة مقاس ثلاثة اي دي مقاس ثلاثة هنا الفرق واضحة هوت هنا الابرة دي مقاس اربعة واي دي مقاس اربعة هنا فرق واضح مقاساتها بتكون اصغر فبدي دي نتيه هنا مقفولة شوية وبتسحب خيط اكتر وتقيلة اكتر ففي الغرز اللي زي دي نستخدم الابر تكون مقاساتها مرتاحة لكن الابرة دي نشتغلها في الشغلة اللي احنا عايزينه دايق انا عشان خاطر محتاجيها تكون دايقة فاشتغلتها بدي فنخلي بنا كويس قوي ان الابر اللي موجودة في الزوق مش كلها مقاساتها ثبتة ممكن تروحي تشتري كزا ابرة من النوعية بالنفس النوعية دي من نفس المحل وتلاقي ان الهق بتاعك ما قساته ممكن ما تكونش مناسبة للارقام اللي مكتوبة فدايما نجرب الاول الشغل بتاعنا بالابرة زي عينة ونشوف احنا الابرة المناسبة لنا ايه اتمنى يا رب تكونوا استفدتم وان شاء الله شوفكم على خير سلام عليكم